الناحية العاطفية شايفة عند مواليد برج ستور شايفة انفصال وشايفة انتظار عندك طاقة انتظار يا برج ستور. بعضوكو عايش حالة من القلق والانتظار بعد الانفصال بعضوكو لسه متعلق بالشريك يعني لسه فيه تعلق شديد جدا وده سبب الانتظار اللي انت فيه يعني لسه بتحبه لسه مستنيه يرجع يعني رغم انك مش بتظهر ده يعني شايفك مش بتظهر ده على اقل اللي حواليك شايفة فيش تياء وحنين من الطرفين يا برج الضور يعني عند بعضوكو الحبيب برضو تعبين وبيفكر فيك بالتمرار بيفكر كمان يعني ظاهر هنا عندي بيفكر كمان في كل حاجة وصلت العلاقة للوضع ده عايش فترة تفكير وحساب للنفس يعني شايفة بيحاسب نفسه وبيحسبك انت كمان بيحسبك بينه وبين نفسه يعني كأن كأنه بيعطبك او بيلومك هو تعبين جدا بس رغم كل تعبه ده انا شايفين مش عايز يتكلم في الفترة دي بعضوكو اتقفل الاتصال من ناحيته بس هكمل الكراءة كده واسحب كروت اتشوف هيعمل ايه او هتروح لفين العلاقة بس شايفة في بعضوكو فيه اتصال تقفل تماما عشان كمان فيه كمان اه شايفة عند بعضوكو محكمة شايفة محكمة او الطرف التاني عند بعضوكو chud explorey dakhl على حاجة جديدة او بييعمل حاجة جديدة بصوا شوفوا بقى هو فيه نسبة كبيرة جدا فيه رجوع للشريك بس مطلوب منك يا برج السور تبعد القلق والتوتر عن حياتك وتفكيرك يعني مطلوب منك تكون إيجابي عندك أفكار سلبية كتير عندك جواد فيه خوف وقلق كده وتوتر أغلب الوقت يعني أغلب أوقات يومك عايشها كده ما بتنامش كويس خالص يعني أنا بطمنت برج السور فيه عندك تغيرات كتير إيجابية يعني أنت داخل عليها في الفترة اللي جاية دي وموفق بإذن الله في أغلب أمور حياتك وإنت أصلا فلكيا يا برج السور في شهر مايو هيكون بالنسبة لك يعني بداية كل حاجة حلوة ونهاية كل سيء من حياتك يعني عايزاك تتفقله وتستقبله كده اللي جاي بس زي ما بقول دايما في أبراج اللي بلاقيها كده وهي عندها حاجات حلوة كتير جاية افتحوا منافذ الطاقة عندكم شايف عندك حظوص كتير يا برج السور وعندك يعني تدخلات إلهية في بعض أمور حياتك يعني بعد معاشت فترة كبيرة في عندك ركود الحياة وقفة كده وتأجيل حصل عندك تأجيل في حاجات كتير وحاجات كتير وقفت وتعطلت عندك عندك فترة جاية رائعة صراحة فيه انطلاقات جديدة وتبيرة شايف عندك يا برج السور كمان اتصالات فيها يحصل اتصالات في الفترة القريبة اللي جاية ولقاءات كلها يعني مبشرة بالخير فيه اللقاءات منها هتكون يعني فيها شوية كلام بس مش بس مش هيكون بشكل ليسيء قوي يعني هيحصل فيه اللقاءات هيحصل فيها الأول كلام كده مشدات كده على خفيف بس هتتحل الأمور بسرعة ان شاء الله كلها اتصالات ولقاءات كويسة بالنسبة لك يا برج السور برج السور والعاطفة يعني شايفة كمان عندكم بعض مواليد برج السور في الفترة اللي فاتت دي اتعرق كتير لخزلان فشل متتالي في علاقات يعني شايفة في علاقات كتير مرت بحياة برج السور ما حصلش فيها اي نجاح يعني كلها علاقات وشايفة فيها انتصال يعني كلها برج السور ما توفقش فيها شايفة كمان مشاكل داخلية ممكن تكون مع الأهل بعدكم عندو مشاكل كمان مع الأهل قلبك قعد لفترة يا برج السور مكسور ولسه حاسس بدا لحد دلوقتي يعني هو الكسر اللي في قلبك ده انت لسه حصل لحد دلوقتي الانتصال اللي انا شايفة شايفة مع أبراج مائية وأبراج مائية وفي حب كبير كمان يعني برغم البعض ده في حب كبير كمان نسبة كبيرة في رجوع مع أبراج مائية ان شاء الله يا رب وهيحصل تواصل في الفترة اللي جاية دي شايفة يا برج السور انت اتعلمت انت كمان اتعلمت كتير قوي يعني شايفة قاعد أو كنت تعبين أو كنت بتعاني بس في نفس الوقت هي كانت فترة تعليم بالنسبة لك كل اللي مر في حياتك ده من تعب يعني كان هو علمت حاجات كتير وعشان كده انت هترجع بشكل أفضل يعني سواء حياتك عموما أو حياتك مع الطرف الثاني انت هترجعوا بشكل أفضل لاني شايفك اتعلمت حاجات كتير وبقيت شايف الأمور بشكل أوضح يعني حسبت نفسك كتير برغم زعلك من الطرف الثاني انت كمان في الفترة دي انت كنت بتحسب نفسك يعني كنت بتفكر حاجات انت كمان بتعملها وبتحسب نفسك عليها عرفت الأخطاء دي كلها اللي كانت بتلغبط الدنيا عندك دايما أكيد ده كان المقصود من كل اللي حصل يعني انك تتعلم وده بيبقى المقصود على فكرة من كل اللي بيحصل في حياتنا يعني أي حاجة بنشوفها سيئة في حياتنا هي المقصود منها فعلا ان احنا نتعلم يعني زي ما بيقولوا محدش بيتعلم بسهولة أو ببلاش بنتعلم بندفع ثمن كبير قوي بس في الآخر المهم ان احنا نتعلم من كل اللي حصل لنا ايه الأخطاء اللي وقعنا فيها ايه اللي نعمله ايه اللي ما نعملوش ده حصل لك في الفترة دي كمان أو أوصلك لانك تعرف وضع كل شخص في حياتك انت شكلك كان فيه ناس بتدخل في حياتك أو كان فيه كلام عن حياتك بتقوله لأشخاص لأشخاص تانية ما كانش ليها ان هي تعرف حاجة عن حياتك انت في الفترة دي اتعلمت انك كل شخص في حياتك ليه حدود وليه وضع معين هو موجود فيه ودي حاجة كويسة يعني برغم تعبك دي حاجة نتيجة كويسة انت وصلت الله فعلا اهو يعني الكرف اللي تلقى لك تاني انت انت محتاج انك اي حد عملك وجع أو تسببلك ألم يعني وتخدعت منه في الفترة اللي جاية انت تطلعه من دماغك ومن حياتك اي حد تسبب في كل حاجة انت مريض بيها او ممكن تكون انت بتفكر في كده فعلا وده علشان تقدر تستقر يعني تقدر تشوف باقي جوانب حياتك بإيجابية لان انت كمان يا برج السور زعلت ناس عزيزة عليك في الفترة اللي فاتت بعضكم زعل ناس عزيزة عليك في الفترة دي وهي اصلا كانت فاقرة التوتر في حياتك ايه ليدن تحاول تصلح ده ايه في علاقات يا برج السور انت محتاج تصلحها وتشوف الإيجابي فيها ايه ايه تشايف عندك استعداد تشايفك مستعد في الفترة دي انك تبدأ ايه وتعمل كده انك تصلح في علاقات محتاج انك تصلحها شايفك مستعد في الفترة دي انك تصلح حاجات كتير نزبط لو في حد غالي عندك او عزيز كده نزعله ايه لازم تصلح ده معي تشايف القراءة ايجابية وفي تطور كبير قوي ايه في معظم امور حياتك ان شاء الله فترة جاية يعني اكتر من رائعة بصراحة الاشخاص اللي اتعرضوا لخيانة ايه سامح يا برج السور لان شايفه عند البعض الحبيب ندمين جدا عند بعضكو شايفه فيه ندم كبير جدا قلبه موجوع عليك اكتر من نفسه ايه ايه فممكن العلاقات اللي زي دي لو برج السور عايز هترجع هترجع بالاااا بالتسامح يعني هي ما فيهاش اي مشكلة غير ان برج السور يسامح ايه شايفه المرتبطين حياتهم فيها حب ونوعا ما مستقرة ايه بس شايفه ان ممكن تكون فيه مشاكل مادية بتقابل ااا الطرف التاني يعني وصلته لتعب نفسي وتعب عضوي كمان يعني بقى مكتئب الطرف التاني عندك يا برج السور الحبيب ااا الزوج كده فيه مشاكل مادية بيعاني منها وهو تعبين جدا بسبب كده بسبب الضغوط بس شايفه لها فيها حل قريب ان شاء الله ااا وشايفه المنفصلين عندهم نسبة رجوع بعد درس بعد درس اتعلمتوه انتو والشريك يعني شايفه انا كان المقصود من كل اللي حصل معيكو او في حياتكو ده شايفه كان درس قوي جدا ااا ليه بقول درس سوري ااا درس لان انا شايفكو ااا انت بتحسب نفسك وهو بيحسب نفسه وبتبص على امور كتير تاني في حياتكو وبتبص على ناس حواليكو وبتبص على ناس انتو دخلتوهم في حياتكو ااا تفكيركو ااا مش بس في العلاقة وبس عايزين نرجع تفكيركو ايه اللي وصل للعلاقة لكده ااا وبعد التفكير ده انتو لما ترجعوا لبعض اا كل الحاجات الغلط اللي كنت بتعملوها قبل كده مش هتعملوها تاني يعني هو ده اللي انتو نويين عليه ااا ربنا يوفق الجميع ان شاء الله مقابلة لشريك منصب انشاء الله تانيا هو وعلى فكرة انتو عندكو برضو دي ااا شفتها في التوقعات الفلاقية افتكرتها دلوقتي انتوا فعلا في بعضكم هتكون الحب اللي انت هتقابله واحتمال تكون قابلته كمان هيكون جنسية مختلفة عنك يا برج الصور يعني بعضكم الحب اللي عنده هيكون الثرف التاني انت بلد وهو بلد تاني شهر موافق ان شاء الله موافقين ان شاء الله مستنية تعليقاتكم ما تنتوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو الفيديو عذابكم وشكرا للمتابعة